ننتقل الآن إلى تقييم الموتور سيستيم أو الجهاز الحركي وتندرج تحته أربع نقاط وضعية الجسم المشية المسل تون التوتر العضلي أو قوة العضلات تقييم القدرة الحركية ونبدأ نتكلم عن وضعية الجسم والحركة أو المشية بالنسبة للوضعية إذا كانت وضعية غير طبيعية بتعطينا دلالات إذا كان فيه اضطرابات عضلية عصبية كمان إذا كان فيه مشاكل في الجهاز الهيكلي أو السكليتال سيستيم نكون فيه تشوهات بعض نواعي الأمراض المزمنة كمان تخلي شخص يجلس بوضعية معينة فضروري نعمل assessment للبوضعية الجسم من ضمن الوضعيات الأبنورمال عندنا وضعية تسمى الوضعية القوسية أو الكيفوسي وباللاحظ أن الظهر يكون مقوس بشكل زائد وهذا بيصير لأنه وفصال عندنا استدارة زائدة للعمود الفقري ممكن تكون سبب التهاب في المفاصل أو تقلص العضلات أو تشوه في الجهاز الهيكلي أو السكليتال سيستيم برضو من ضمن الابنورماليتي يكون عندنا حاجة تسمى اللوردوسس أو الوضعية المقوسة للظهر السوفلي يعني خاصة منطقة القطنية أو اللمبر بيرتيبرا فبلاحظ أنه فيه انحناء زائد في هذه المنطقة منطقة الظهر السوفلية أو المنطقة القطنية وممكن كمان تكون بسبب انتهابات مفصلية تشوهات هيكلية أو أنه عندنا انزلاق في القرص القطني برضو ممكن نلاحظ أن الجسم مائل إلى جانب واحد ممكن يكون بسبب اختلال توازن العضلي أو ضحف عضلات الجسم برضو ممكن أشوف أن الأكتاف متقوسة للأمام والظهر يكون مستدير هذا ممكن يرجع أنه يكون عندنا سوء في الوضعية أثناء الجلوس أو نقص في قوة العضلات فما نتغاضى أبدا عن البوستر أو وضعية الجسم لأنها تعطينا الانديكيشن على أمراض أو مشاكل في الجهاز الحركي في الجهاز العضلي في الجهاز المفصلي برضو قوة العضلات وسلامتها نتكلم الآن عن المشية أو القيت أنا كيف أقيم المشية بطلب من الفيشنت أنه يقف ويمشي جوه غرفة الكشف وأنا بأبدأ أعمل ملاحظة لطريقة المشية مشية الشخص بتدلنا إذا كان فيه توازن أو مصر الكوردنيشن أو لا فيه بعض نموعة المشيات أشهرها تسمى بالأتاكسيك جيت لما يكون فيه ضعف في التوازن العضلي فيبدأ الشخص يمشي بمشية غير متناسقة أو أنه يبدأ يترنح يمينا ويسارا ثانية نقطة بنعملها بأبدأ أعمل فحص بالنظر للعضلات وأشوف حجم العضلات كمان التوازن أو التماثل بين العضلات عضلة الجهة اليمنى وعضلة الجهات اليسرى وإذا كان عندنا أي علامات تدل أنه فيه ضمور في العضلات أو أنه يكون فيها تريميرز تشنجات أو تيكس زي الصورة هذه طبعا هذه فيها ضمور عضلي ثالثا نشوف المسل تون أو التوتر العضلي أعمل بالبيشن للعضلات وأشوف التوتر العضل اللي موجود فيها أحيانا يكون الشخص عنده فلاسيديتي أو رخاوة يكون فيه رخاوة شديدة في العضلات اللي مشايفين في الصورة المرفقة أو نكون فيه توتر شديد نسميها سباستيسيتي يعني لو مهما حاولت أفتح يد البيشنت هنا ما رح أقدر أفتحها لأنه التوتر العضلي موجود فيها جدا جدا عالي أو فيها تصلب رجيديتي سوى عندنا سباستيسيتي ينكرز المسل تون رجيديتي ريزيستنس تو باسف ستريتش يعني لما أجي أفتح يده ما أقدر أفتحها فيها تصلب أو فلاسيديتي يكون عندنا هايبوتونية أو ديكريز للمسل تون التوتر العضلي جدا منخفض ففيه رخاوة شديدة في العضلات أتكلمي الآن عن assessment of muscle strength أو قوة العضلات والمقصود فيها قدرة الشخص على أنه بيعمل flexion or extension للإكسترميتي against resistance قدرة الشخص في أنه بيمد أو يثني الأطراف ضد المقاومة خلالنا نشوف على سبيل المثال هذه الصورة المختبر باللون الأبيض يحاول أنه يمد يد الفيشنت الفيشنت شو بيعمل بيعمل flexion against resistance نفس الحكاية هنا المختبر بيحاول أنه يمد ساق المريض المريض شو بيعمل بيثني ساقه بيقاوم المقاومة هذه هنا بيتحدد لنا المسل strength كلها المختبر يعمل flexion البيشنت بيعمل extension البيشنت بيعمل extension المختبر بيعمل flexion ويقيس مدى المقاومة وضروري نقارن من الجهة اليمنى بالجهة اليسرى وعلى أساس نحدد موجود عندنا معيار متكوم من خمسة نقاط نقدر نقرر إذا كانت المسل strength normal or abnormal تعالوا نشوف مع بعض المسل strength scale شوفوا معاي مقياس قوة العضلات أو المسل strength scale خمسة درجات امتداءا بالدرجة الصفر no movement يعني العضلة ما بتعطيني أي حركة نهائيا انتهاء بالرقم خمسة إنه العضلة بتقدر تتحرك against gravity ضد الجاذبية أيضا against resistance ضد المقاومة ممكن يكون صعب الكلام عن هذا scale لازم التطبيق عشان تثبت المعلومات تابع للتقييم الحركي أو motor system assessment بنقيم balance and coordination التوازن والتناسق أبدأ أتكلم عن coordination أو التناسق الحركي خاصة للأطراف العلوية upper extremity في كذا اختبار أقدر أعمله حتى أعرف إذا كان فيه تناسق حركي للأطراف العلوية أو الاختبار يسمى ب batting the thigh إنه بطلب من الpatient أنه يضرب فخده مرة بيده اليمين مرة بيده اليسار بالتناوب لكن بشكل سريع هنا بقدر أقيم سرعة وتناسق حركة اليد الثاني اختبار يسمى بالالترنت ل rotating and subiting the hand إنه بأطلب منه مرة يضع يده على تحت إلى أسفل ومرة على فوق لكن بشكل سريع وبالتناوب كمان بقدر كذا قيم التناسق الحركي لحركة اليد الثالث اختبار يسمى finger to thumb movement إنه بأطلب منه بيصبع السبابة يمشيها على أصابع البقية بشكل سريع inconsecutive motions يعني بالتالي وهنا بأشوف السرعة التماثل كمان degree of difficulty are noted إذا كان في صعوبة عنده في تحريك أصبع السبابة across other fingers this test طبعا بيأسس لنا بيعمل لنا تقييم لل fine motor control بيقييم لنا العضلات الصغيرة وقدرة الشخص على التحريك أصابع وكمان التناسق بحركة الأصابع الاختبار الأخير يسمى point to point testing طريقته إنه المختبر بيرفع أصبعه وبيطلب للpatient إنه يضرب على أصبع ويرجع مرة ثانية يضرب على أنف بشكل متتالي طبعا الحركة هذه بتعمل لنا بتعمل لنا تقييم accuracy and coordination of movement between two specific points وهنا الأصبع تبع المختبر وأن في المريض أقدر قارن إليه قيم التناسق الحركي بين هذه النقطتين الصور المرفقة بتعطينا توضيح للاختبارات اللي تكلمت عنها منذ قليل اللي بتعمل لنا تقييم للتناسق الحركي للأطراف العلوية أو upper extremity ابتدأنا بال patting the thigh أنه بعت المريض تعليمات أنه بيقوم بضرب الفخذ مرة بيده اليمين مرة بيده اليسار بشكل متتالي أو متناوب وسريع أيضا التدوير subination and pronation بطلب من الفيشنس أنه بيدور يده مرة على فوق ومرة على تحت بشكل سريع finger to thumb movement أنه الفيشنس يستخدم أصبعه الإبهام ويمشيها على بقية الأصابع بشكل متناوب وسريع آخر اختبار تكلمنا عنه finger to nose test طبعا هنا نحتاج الexaminer أو instructor أنه يمد أصبعه السبابة بعد كده بعطي تعليمات المريض أنه مرة يلمس أصبع الexaminer ويرجع مباشرة يده على الأنف بشكل متناوب ومتتالي وبهنا بقيس الcoordination والتناسق الحركي للأبر extremity أتكلمي الآن عن التناسق الحركي للأطراف السفلية lower extremity والاختبار اللي راح نعمله running the heel down the anterior surface of the tibia بأجيب كعب القدم وأرفعه إلى أعلى الساق بهذا الشكل وبعد كده أبدأ أمشي الكعب على الجانب الأمامي للساق إلى أسفل القدم ومنشوف تناسق الحركة المذكورة كمان بنشوف إذا كان عندنا attaxia and tremors attaxia أو الترنح بتشير إلى ضعف التحكم في العضلات كمان بيعمل لنا ثقل في الحركات الإرادية ومن ضمنها تحريك الأطراف السفلية attrimmers إن يكون فيه ارتعاش أو رعشة arithmetic involuntary movement حركات لا إرادية observed at rest or during movement يعني أنا بلاحظها فجأة بيصير فيه ارتعاش حتى لو الشخص ما بيكون بأي movement أو بأي مجهود طبعا these can suggest problem in the area responsible for balance and coordination المنطقة المسؤولة عن التوازن والتناسق الحركي في الدماغ ونتكلم بالتحديد عن منطقة المخيخ أو السريبيلم تكلمت تكلمت عن التناسق الحركي الآن أتكلم عن balance أو التوازن من الاختبارات اللي بنعملها حتى نقوم بتقييم التوازن الاختبار يسمى وقادر على السيطرة على الوضعية والحركة حتى وعينه مقفلة لما يكون هذا الاختبار positive لما يبدأ الشخص يفقد التوازن أثناء هذا الاختبار في بعض الاختبارات اللي ممكن أعملها حتى أقوم بتقييم التوازن مثل including hopping in place أطلب للبايشنت أنه يقفز مكانه alternating knee bends أنه يقف ويثني الركبة الأخرى ونفس الحكاية مع الرجل الأخرى heel to toe walking forward and backward walking تعالوا نشوفها بالصور مع بعض الصورة هذه بتوضح لنا بعض اختبارات التوازن اللي الطريقة يقوم بثني إحدى قدمين والقفز ويبدل بين القدمين walking on toes يمشي على أطراف أصابع القدمين or walking on heels يمشي على اشتركوا في القناة